ومعنا للحديث عن استراتيجية الطاقة 2020-2030 وزيرة الطاقة وثروة المعدنية هالة زواتي أهلا وسهلا بك مهندسة هالة إذن هل سيتم إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية خاصة فيما يتعلق بفرق أسعار الوقود والتعرفة الثابتة؟ أهلا وسهلا فيك أخ عبد الله إحنا اليوم زي ما شفت أطلقنا استراتيجية الطاقة 2020-2030 أحد أهم المحاور في هذه استراتيجية هو توفير الطاقة أو توفيرها للمستهلك بأسعار مقبولة وأحد أهم الأهداف هو خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني والسيناريو الذي بنيت عليه هذه الاستراتيجية هو سيناريو الاعتماد على الذات كل ذلك الهدف منه هو تخفيض كلف الطاقة علينا كلف توليد هذه الطاقة وإيصالها للمستهلك ومن أجل أن يعكس ذلك على المستهلك والمواطنين بالنسبة للتعرفة الكهربائية بالذات أخ عبد الله إحنا أجرينا دراسة موسعة حول التعرفة الكهربائية وهناك العديد من السيناريوهات التي خرجنا فيها هذه السيناريوهات لا نزال نقيم فيها وذلك من أجل الخروج بأفضل سيناريو لكي يكون مقبول للجميع لا يوجد أي قرار لغاية الآن برفع التعرفة وخلال العشر سنوات القادمة زي ما حكينا في استراتيجيتنا نسعى لخفض الكلف ليكون هناك انعكاس على المواطن والمستهلك بشكل عام نعم مهندسة هالة أيضا إلى أين وصلت المفاوضات مع مشغلي مشروع العطارات بشأن خفض كلف الطاقة المولدة لأنه كان هناك حديث طويل في الفترة الماضية عن ارتفاع كلفة توليد الطاقة من هذا المشروع تحديدا أخي عبد الله اليوم جرى حديث أيضا في إطلاق استراتيجية حول المشاريع المحلية وقلنا مرة ثانية الاعتماد على الذات هو شعارنا في استراتيجيتنا والصخر الزيتي هو ثروة وطنية لا بد لنا من استغلالها واستخدامها سواء لتوليد الكهرباء أو لإنتاج الزيت وبالتالي المشتقات النفطية بالنسبة لمشروع الحرق المباشر لتوليد الكهرباء زي ما قلت هي ثروة وطنية ويهمنا استخدامها لكن إذا كان هذا الكلام بده يؤدي إلى رفع الكلف علينا وإحنا هلأ كنا عم نحكي نحن نهدف إلى تخفيض كلف الطاقة وليس رفعها وفي وضعه الحالي هذا المشروع سيزيد من كلف الطاقة وبالتالي زي ما تفضل دولة رئيس الوزراء جميع الخيارات اليوم إحنا بالنسبة إلنا مفتوحة ومنها التفاوض على خفض هذه الكلف لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار معين لن يتم هنا أو لم يكون هناك حتى الآن تخفيض لهذه الكلف أخي عبدالله عندما نصل إلى توافق مع المسؤولين عن هذه الشركة سيتم الإعلان عنه في حينه نعم أيضا مهندسة يعني من أبرز الأمور أيضا الموضوع في ملف الطاقة هي سفينة الغاز العائمة التي تكلف الخزينة تقريبا 50 مليون دينار سنويا ما هو مصير هذه السفينة؟ السفينة العائمة أو الاستيراد من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة هو خيار استراتيجي للأردن لأنه من خلاله إحنا نستورد الغاز المسال اليوم إحنا عدة مصادر للغاز منها الغاز المنتج بالريشة ويشكل حوالي 2.5% من استهلاكنا وهناك غاز الأنابيب المستورد وهناك الغاز المستورد عبر البواخر عبر ميناء الغاز المسال هذه السفينة فعلا بتكلفنا مبلغ كبير وإذا بتطلعوا على استراتيجيتنا وعلى الخطة التنفيذية فنحن درسنا بدائل هذه الباخرة واتخذنا قرار باستبدالها بمحطة أرضية أن نبني محطة أرضية تعمل عمل هذه الباخرة وهو تحويل الغاز من غاز مسال إلى الحالة الغازية وضخه في خط الغاز العربي لذلك نتوقع خلال سنتين إن شاء الله أن نكون قادرين على استبدالها وأن لا ندفع المبلغ اللي حاليا قاعدين عم ندفعه لكن لا نستطيع أن نتخلى عنها بدون ما يكون لها بديل لأن هذا بديل استراتيجي وأنا أكثر من مرة قلت هذه رئة للأردن لأنه مهما صار في أنواع الغاز الأخرى لو انقطعت في أي يوم من الأيام كما انقطع الغاز المصري في عام 2011 لن نتأثر إحنا من 2015 لل2018 كنا نستورد كامل الغاز من خلال الغاز المسال ومن خلال محطة التغييز اللي هي اليوم باخرة لكن اليوم بدنا نحولها لمحطة تغييز أرضي نعم مهندس هالة أيضا يعني هي كم تبلغ الكاميات المخزنة فعليا من المشتقات النفطية وما هي المدة التي تكفي للاستهلاك المحلي المحزون للمشتقات النفطية ينقسم إلى قسمين هناك ما نسميه المحزون استراتيجي والمحزون استراتيجي هي تمتلك حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهو موجود في خزنات خاصة موجودة في منطقة الماضونة اللي شرفنا جلالة سيدنا وزارها في أثناء فترة الكورونا وهي تخزن البنزين تسعين خمسة وتسعين الديزل ووقود الطائرات لكن كل مادة في التكفي أيام غير عن المادة الأخرى وهناك مخزون آخر اللي هو منسميه المخزون استراتيجي واللي بتستورده إما مصفات البترول أو شركات تسويق المشتقات النفطية فهم يستوردوا البنزين والديزل ووقود الطائرات الكاز الغاز البترولي المسال وهذا يعني بيظله يقلب يعني عشان هيك إحنا منسميه مخزون تشغيلي إذا جمعنا يعني في فترة كورونا وإذا بتتذكروا في أول يوم كان في الحضر أنا طلعت على التلفزيون وقلت لدينا ما يكفي في المملكة سواء من مخزون استراتيجي أو تشغيلي ما يكفي لأقل شيء وهو كان الغاز البترولي المسال كانت ست أسابيع وعندنا مخزون لست شهر مثلا من الكاز فبرضه باعتمد على متى نسأل قديش هو المخزون الموجود نعم ومهندسة هالة أيضا يعني اليوم نتحدث عن استراتيجية لطاقة تستمر لعشر سنوات يعني هل هناك ضمانات قامت فيها الحكومة فعليا وإجراءات على الأرض تكفل أن تبقى هذه الاستراتيجية عابرة للحكومات الاستراتيجيات عادة عابرة للحكومات وإحنا لأول مرة رافقت هذه الاستراتيجية خطة تنفيذية يعني ترجمنا الاستراتيجية إلى العديد من البرامج والعديد من المشاريع وبدأنا فعلا بالتنفيذ يعني ذكرت حضرتك هلأ سفينة باخرة الغاز المسال اتخذ قرار مجلس الوزراء حاليا باستبدالها والعمل اليوم شغال لحتى نعمل هذا الشيء فبالتالي الخطة التنفيذية واضحة في المشاريع التي يجب العمل عليها وبدأنا فعلا وذلك مش فقط إحنا كوزارة كل القطاع يجب أن يعمل وأيضا هناك تشابك كبير مع قطاع النقل وقطاع المياه والبيئة والصناعة وخلال إعداد استراتيجية تمت بطريقة تشاركية مع جميع هذه الجهات نعم وزيرة الطاقة واثار المعدنية مهندسة هالة زواتي كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك